والله الله ثم أما بعد النهاردة بنتكلم في موضوع إزاي أشوف صح إزاي أشوف صح إزاي أشوف صح في بيتي إزاي أشوف صح في تربيت أولادي إزاي أشوف صح في علاقتي بزوجي أو علاقتك بزوجك إزاي أشوف صح في علاقتي في عملي إزاي أشوف صح في علاقتي بوطني إزاي أشوف صح في علاقتي مع الآخرين إزاي أشوف صح في البداية لازم نعرف إن إحنا ربنا تبارك وتعالى خلقنا في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسانة في أحسن تقويم يجي بقى أحسن تقويم ده واحد بقى يغير ملامحه علشان يبقى موديرن أو واحد عايز يبقى قطة أو واحد تحاول نفسها إلى كلب ده بيحصل خلي بالك دلوقتي وبيدعوكم إلى أن أنتوا تكونوا كده الشيطان قال لربنا تبارك وتعالى فلا أمر أنهم فلا يغيرون خلق الله هو قال لك ده في صورة النساء قال ذلك لرب العزة تبارك وتعالى في بقى اللي بيسمع كلام الشيطان وفي اللي بيسمع كلام الرحمن طيب إحنا لما إزاي أشوف يعني صح إزاي حياتي أشوفها صح أنا مش عايزة تخبط ما فيش راجل عايزة تخبط ولا في زوج عايزة تتخبط ولا فيه أولاد عايزين يتخبطوا وما حدش عايز غير الحياة المستقرة الحالمة الجميلة الهادئة اللي فيها السعادة وفيها الهناء وفيها الصرور إحنا لما بنشوف النهاردة إن كثير من من أولادنا الغير يعني الغير ملتزمين لما بيقعد مثلا واحد زعلانه ومرته لا هو بيصلي ولا هي بتصلي لما يشكولي مشاكلهم حضرتك بتصلي يقول لي لا والله أنا مؤثر في الموضوع ده طب حضرتك بتصلي لا والله أنا مؤثر في الموضوع ده طب بيت ما فيهوز ذكر لله بيت ما فيهوز صلاة بيت ما فيهوز عبادة بيت ما فيهوز ضراءة للقرآن الملائكة ما بتعودش فيه طب من اللي يقعد في البيت ده الشياطين من اللي يخرب البيت ده الشياطين والشياطين تمكنوا منكم ليه بسبب أن البيت ما فيهوز ذكر لله ما بنبخرش البخور ما بنفتحش الشبابيك ما منشغلش صورة البقرة ما منشغلش المرتل في البيت دايماً البيت في 24 ساعة ميوزك وأغاني وسقافة بتؤدي بنا في الآخر إلى الانهيار ولما بنيجي نقول يا جماعة بقى عايزين نرجع لربنا معلش بقى أصلي ما تحبك هاش لا أحبكها ما هو ده إزاي أشوف صح يبقى إزاي أشوف صح الاضطرابات اللي هي ضايع في حياتي دلوقتي والاضطرابات اللي إحنا كلنا متخبطين فيها سببها إيه سببها إن إحنا يا جماعة بعيد عن ربنا أنا أقول كده لولادي سبب المشاكل إن أنتوا بعاد عن ربنا تبارك وتعالى تقول لي كده إن بيأمرني أن أجلس معه لأنظر إلى المحرمات علشان أن يعيش معي الحياة الزوجية أقول لا لا تسمعي كلامه في ذلك أبداً لازم يشوف إن أنت مصدر الجاذبية والجمال والحب والأمل لازم أنت كل شيء لا ينظر إلى المحرمات كي يستدعى الحلال يعني يقول لك إيه إن أنا إيه أنظر إلى المحرمات عشان أذهب أقيم الحلال مع زوجتي خلل ده الشيطان اللي بيأمرك بذلك والشيطان قال كده لأغوي أنهم أجمعين وإنت بفكر إن هيسيبك أو هيسيبك لا أغوي أنهم أجمعين لا أغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين الله ما اجعلنا منهم يا رب العالمين ييجي بقى الشيطان بيزين لنا أنت بقى أنت عايز تشوف صح الصح مش أن أنت تنظر إلى هذا الصح أن أنت تنظر إلى زوجتك اللي في الحلال بتاعك وتقول لي يهجرني عدد من الشهور وتركاني وحيدة وأنا في عز ريعاني الشباب وبينم في القوضة التانية طب أنت حضرتك بتنم في القوضة التانية هذه الزوجة لها حقوق عليك وأيضا أنت له حقوق عليك أنتو الاثنين لوكوا حقوق مع بعض بس أنت شوفي مصدر أن الرجل ده بينفر منك ليه ما هو ممكن ينفر منك لأن حضرتك مش مهتمة بمضافة نفسك ممكن ينفر منك لأن حضرتك زي ما احنا حكينا قبل كده في الحلقة قبل كده وقلنا أن الهانم بتقول ده أنا منظفة له بيته ده أنا مهتمية بمطبخه ده أنا مهتمية بستايره ده أنا منظفة لأولاده ده أنا منظفه ملابسه ده أنا مش مأثرة في حقه في حاجة قلت له هانم أنت نظفت كل حاجة إلا نفسك مهتمتيش بنفسك وإنت الأساس أنت أهم حاجة في النظافة دي كلها قد حينما يراك جميلة ولا يرا كنبة مرتبة لا تعنيه حينما يراك جميلة ولا يرا سطرة يعني منظمة لا تعنيه أنت أهم حاجة أنت جمالك روناقك روعتك واللي حباك بيه ربك مش أنت مش أنت اللي جاب ده من عند نفسك ده ربنا اللي بعتهولك جمالك ده ربنا اللي بعتهولك وفيش حاجة أسمعها البيضة أجمل من الصمرة والصمرة مش عارفة إيه إطلاقا إطلاقا ده فيه ده الصمرة دول نعمة من عند ربنا طبارك وتعالي نعمة وأنا قاعمة أقول نعمة ربنا احفظهم من كل مكروه وسوق يا رب العالمين والبيض برضه علشان ما حدش يسع خذت بالحضراتكم شوف صح إزاي شوف صح إن حضرتك تهتم بنفسك رقم واحد وبعد كده تهتم بليد ومن الاهتمام بالنفس الاهتمام باللسان إن مثلا أنا الراجل يبقى راجع تعبان ويراجع تعبان ومجهد بيبقى كل أمله في الحياة إن ياخد شاور ويستجم قليلا فمجرد ما يدخل البيت الهانم عاد بقى في البيت مع العيال والأولاد ربنا يبارك في عمرهم يا رب العالمين يعني مضبطين الأم جاري وهي طول النهار جالسة تزعى لما جاء الزوج ما فصلتش مصر أن هي تمشي في ترك الزعيق مصر أن هي تمشي في نفس الطريق يا هانم الراجل ده دخل ولو خصوصية اعمليله حال من البيت الهادئ قولي للأولاد بس عشان بابا بابا راجع من الشغل دلوقتي تعبان لازم نهد عليه خالص الهانم بقى الهانم بقى اللي مش رد يتشوف صح يدخل الراجل بنفس ليفل الصوت بتاعها يا فلان ادخل تقفلش الباب التاني بيضة بقى طبعا صاحبنا ده راجع المفروض أن يلاقي في بيته بقى حالة من الراحة حالة من السكينة حالة علشان يعني ايه يشعر بالاسترخاء العصبي والنفسي فطبعا الهانم عملت الصرع مع العيال ويجي يكلمة تقول له بقولك ايه انا طول النار واقفة معاهم ولسه بطبخ لك ده انا لسه مش عارفة ايه فعملها بتفكر في اللي بتعمله وما بتفكرش بالاحتياجات هذا الزوج ايه فيبدأ الراجل ده ينفر من هذا البيت ويفر منه يهرب من البيت يروح يبحث عن مكان اخر يريحه يجي واحد يقول لي طب كان بيخلف ليه بخلف عشان الام لما تربي ولادها والله العظيم ام كانت بتعمل كده بابا ناهم بابا لسه راجع من الشغل وط صوتك وانا كنت طفل عند فرط حركي تلاقي الكرة في اللمبة والاخد باجه يعني سبحانه كانت بتقعد فتحية الله يرحمه وسكنها الفردوس الاعلى يا رب تنظر الى السماء وتقول اهدهول يا رب اهدهول يا رب وتلاقي ازاعة القرآن الكريم شغالة تقول الهي اشوفك زي الراجل اللي بتكلم ده الهي اسمعك في الراديو ده زي الراجل اللي بتكلم ده طبعا وانعايل بقى وانا اتحرك وا 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 لحد ما دعوات فتحية قبلت في السماء وتحقق لا ما كانت تريد سمعتني في ازاعة القرآن الكريم شافتني في البرامج وانا ايه وما كانش حد يصدق كان المدرس بتاعي في مدرسة الابتدائي الله يرحمه ما كانش يمسدق لان انا كنت طفل عند حركة في المدرسة يعني فرط حرك لما جبرت بقى وصعدت المنابر كان بيقعد في الصف الاول كل ما اقول جملة كويسة يقوم عامل كده وراء الله العظيم كده يقوم عامل كده سبحانه مغيروا الاحوال خدتواها لحضراتكم فمش عايزين ان احنا ندي على اولادنا بيعملوا فرط حركة في البيت وبيعملوا كلها ما تدعيش اوعي تدعي اللهم هديك يا حبيب قلبي ماما ربنا يخليك يا حبيب قلبي ماما وبعدين وط صوتك علشان انا هجيب لك شوكولاتة لو انت معلشي صوتك انا هجيب لك شوكولاتة